وصفتنا النهاردة هي مكارونا مزيج من المكارونا اللي بالصوص الابيض وبين المكارونا اللي هي بالسلسة العادية طعمها مميز جدا ومختلف عن اي مكارونا تانية اول حاجة في حل على النار بنحط حوالي نص معلقة من الزبدة وحوالي 3 معلق كبار من الزيت ونسيب الزبدة والزيت يسخنوا مع بعض كويس بعد كده نضيف عليهم بصلة صغيرة مقطعة مكعبات صغيرة هنشوح البصلة شوية صغيرين يعني حوالي جئة واحدة فقط بعد كده هنضيف على البصلة 3 فصوص توم مفرومين ونشوح برضو التوم مع البصلة شوية صغيرين حوالي دقيقتين او 3 دقايق يدوب بس التوم والبصل يتبالوا وأنا بشتغل على نور متوسطة بعد كده هنضيف على البصل نص لتر من الطماطم المفرومة ونقلبها تقليبة واحدة بس بعد كده نضيف التوابل هنضيف معلقة صغيرة من الملح ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود ونص معلقة صغيرة من البابريكة وكمان نص معلقة صغيرة من الكمون ونضيف عليهم كمان نص معلقة صغيرة من الزعتر وممكن نستبدل الزعتر ده بالنعناع المجفف او الريحان المجفف وكمان هنضيف عليهم مكعب من مرأة الدجاج وآخر حاجة خالص نص معلقة صغيرة من السكر ونقلب التوابل مع الطماطم ونسيبها تتسبك وطبعا بنسيب الحلة مكشوفة عشان السوايل الزيادة تتبخر بسرعة والطماطم تتسبك أسرع بعد ما الطماطم تتسبك هنضيف عليها كبايتين ملي اللبن الكباية المستخدمة هي 150 ملي اللي هي كباية الشاي العادية ونقلب اللبن مع الطماطم بعد كده نضيف عليه كطعة من الجبنة اي جبنة موجودة عندكم جبنة فيتا او جبنة شيدر وممكن كمان جبنة قريش ونقلب الجبنة كويس مع المكونات دي لازم تجبنا الدوب خالص لو مدبتش كويس نضربها بالخلاط او نضربها بالهندبلندر لازم المكونات دي تكون نعمة جدا ونسيبهم برضو يسبكوا مع بعض ويغلو كويس جدا بعد كده نضيف عليهم كطعة من الزبدة حوالي معلها كبيرة ونسيب الزبدة تسيح خالص معاهم بعد كده نضيف عليهم المكارونة المسلوقة المكارونة دي انا سلقيها سلقة كاملة حطيت في المياه ملح وزيت وسلقتها سلقة كاملة وبعد ما تسلقت صفتها من المياه كويس بعد ما اضيف المكارونة هقلبها مع الصلصة دي حوالي تقليبة واحدة بس يدوب كل المكارونات تاخد من الصلصة مجرد ما المكارونة كلها تاخد من الصلصة نشيلها من على النار ممكن تتقدم كده زي ما هي وممكن كمان نفردها في صانية كبيرة وندخلها تحت الشواية عشان الوش بتاعها ياخد لون وممكن كمان نرش على الوش بتاعها شوية جبنة متزرلة قبل ما ندخلها تحت الشواية وقبل ما ندخلها تحت الشواية ممكن كمان نرش على الوش شوية زعتر صغيرين وكمان ممكن نستبدل الزعتر بالنعناع المجفف او بالريحان اتمنى وصفة النهاردة تعجبكم واتجربوها وبالهنى والشفة مقدما وكل عام وانتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة